بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرسة الاندلس الابتدائية الخاصة للبنين ترحب بكم مع أسرة الدراسات الاجتماعية في لقاء جديد معكم أعزائي طلاب الصف الثالث الابتدائي ودرس جديد من الدروس المصورة لمادة الدراسات الاجتماعية أهلا ومرحبا بكم نبتدي درسنا اليوم بالقيمة الطربوية وهي التعاون مع الزملاء قال رب العزة عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم ثورة المائدة الآية الثانية وجاء في الحديث الشريف عن النعمان بن بن بشير يرجى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمنين فتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هيا بنا يا أبطال نتعرف على عنوان درسنا اليوم وهو مراجعة وحل تدريبات الدرس الأول ترشيد الاستهلاك هيا بنا أبطال نتعرف على أهداف درسنا اليوم أهداف درسنا اليوم يتوقع من الطالب نهاية الدرس أن يكون قادرا على أولا أن يستنتج الطالب مفهوم ترشيد الاستهلاك بدقة ووضوح ثانيا أن يعدد الطالب مجالات ترشيد الاستهلاك بشكل سليم ثالثا أن يعطي الطالب أمثلة للعادات السيئة في الغزاء بدقة ووضوح رابعا أن يستنتج الطالب طرق ترشيد الماء والكهرباء بشكل سليم الهدف الأول لدرسنا اليوم أن يستنتج الطالب مفهوم ترشيد الاستهلاك بدقة ووضوح لاحظوا أجيب من خلال التالي ما الذي تعبر عنه الصور التي أمامنا؟ أحسنتم تعبر عن الإصراف في الماء والغزاء الصورة التالية ماذا تعبر عنها؟ أحسنتم نقص الماء والغزاء رائعون يا أبطال إذن تعلمنا مما سبق مفهوم ترشيد الاستهلاك أبطال هو استهلاك الموارد المتاحة بالشكل الأمثل دون إصراف ما هي الموارد المتاحة؟ الموارد المتاحة التالية أولا الماء ثانيا الغزاء ثالثا يا أبطال الكهرباء تعلمنا أيضا مع صادقين حمد وخالد مضاد ترشيد وتعلمنا أنه الإصراف يا أبطال مضاد ترشيد هو الإصراف تعلمنا أيضا يا أبطال أن الإصراف هو قيام الشخص بالإفراط في المأكل والملبس يا أبطال كما نرى أن يفرط الشخص في طعامه أن يضع كميات كبيرة وبالتالي تذهب بقايا الطعام إلى سلات المهملات وكذلك الإفراط في الملابس فتتراكم لديه ويقوم بعدها بالتخلص منها في سلة النفايات أيضا يا أبطال هيا بنا نختبر معلومتنا على ما سبق وحل تدربتنا على الهدف الأول يا أبطال هو استهلاك الموارد المتاحة بالشكل الأمثل دون إصراف يشير المصطلح السابق إلى مفهوم هل هو ترشيد الاستهلاك أم الإصراف أم مجالات الاستهلاك رأوني أبطال إجابة صحيحة هو ترشيد الاستهلاك ترشيد الاستهلاك التقويم البنائي للهدف الأول لدرسنا اليومي أبطال سين أعرف مفهوم ترشيد الاستهلاك بدقة ووضوح أحسنتم رائعون هو استهلاك الموارد المتاحة بالشكل الأمثل دون إصراف بارك الله فيكم الهدف الثاني لدرسنا اليوم أن يعدد الطالب مجالات ترشيد الاستهلاك بشكل سليم مجالات ترشيد الاستهلاك ما هي أبطال؟ من خلال الصور التي أمامنا أحسنتم رائعون الترشيد في الغزاء أو المجال الترشيد هو الترشيد في الغزاء ثانيا ثاني مجال رائعون الترشيد في الماء الترشيد في الماء ثالث مجال يا أبطال أحسنتم هو الترشيد في الكهرباء هو الترشيد في الكهرباء يا أبطال هيا بنا يا أبطال لنختبر معلومتنا على ما سبق اختر إجابة صحيحة من بين البدائل التالية غلق مصدر الماء بعد الانتهاء من الوضوء يشير إلى مجال هل هو أبطال مجال الترشيد في الماء أم مجال الترشيد في الغزاء أم مجال الترشيد في الكهرباء ما هي الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم رائعون هو الترشيد في الماء إجابة صحيحة بارك الله فيكم التقويم البنائي للهدف الثاني لدرسون اليوم يا أبطال عدد مجالات ترشيد الاستهلاك بشكل سليم رائعون يا أبطال ما هيه؟ أحسنتم أول مجال والترشيد في الغزاء ثاني مجال والترشيد في الماء ثالث مجال يا أبطال والترشيد في الكهرباء والترشيد في الكهرباء بارك الله فيكم يا أبطال وبذلك كان هذا الغلق الختامي للدرسنا الأول الجزء الأول من درسنا اليوم وتعلمنا فيه يا أبطال مفهوم ترشيد الاستهلاك ذكرنا أن ترشيد الاستهلاك واستهلاك الموارد المتاحة بالشكل الأمثل دون الإصراف ثم الإصراف تعلمنا أنه هو قيام شخص بالإفراط في المأكل والملبس ثم تعلمنا يا أبطال مجالات الترشيد يا أبطال الترشيد في الغزاء ثم يا أبطال الترشيد في الماء ثم ذكرنا أيضا يا أبطال الترشيد في الكهرباء وذلك كان الجزء الأول من درسنا السابق يا أبطال ثم نأتي لسؤال الغلق للجزء الأول لدرسنا عدد مجالات ترشيد الاستهلاك بشكل سليم أن أبطال هي ثلاث مجالات أولا الترشيد في الغزاء ثانيا الترشيد في الماء ثالثا الترشيد في الكهرباء رائعون بارك الله فيكم يا أبطال ثم نأتي بعد ذلك إلى الهدف الثالث لدرسنا اليوم أن يعطي الطالب أمثلة للعادات السيئة في الغزاء بدقة ووضوح أن أبطال من العادات السيئة التي يقوم بها بعض الناس عند تناولهم لوجبات الطعام حرصهم على امتلاء الأطباق بكمية كبيرة من أصناف الطعام امتلاء الأطباق بكمية كبيرة من أصناف الطعام أو لهذه العادات السيئة وبعد انتهائهم من تناول ما يكفيهم يتركون بقايا كثيرة من الطعام تهدر فهل تعرف ما سير هذه البقايا؟ لا أعلم فهل تقبرنا بذلك يا بطل؟ تفضل لاحظوا نجيب من السابق رائعون ماذا؟ أحسنتم يتم التخلص منها كما نرى يا أبطال في سلة النفايات في سلة النفايات في سلة النفايات يا أبطال وهذا يعد إهضار للنعمة التي وهبان الله سبحانه وتعالى إياه ما الذي نروه يا أبطال في هذه الصور التي أمامنا؟ بارك الله فيكم يا أبطال تعبر على نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بين الإصراف في الاستخدام والنقص فيجب علينا يا أبطال أن نتفكر في خلق الله وفي نعمه من حوالينا وأن نشكر الله سبحانه وتعالى في نعمه علينا ونشكره من خلال المحافظة على النعمة لذي تدوم لنا ويقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم وهنا قيمة نتعلمها أن أرشد في استهلاكي للطعام كما أوصان الله تعالى وكل واشرب ولا تسرف صورة الإعراف الآية والواحد والثلاثون إذن كيف نرشد أن نضع في طبقنا ما نحتاج إليه من الطعام ولا نسرف في تناوله يا أبطال هيا بنا يا أبطال نختبر معلماتنا على ما سبق امتلاء الأطباق بكمية كبيرة من الطعام وترك بقايا كثيرة منه من العادات السيئة للغذاء العادات الحسنة للغذاء ترشيد الاستهلاك الإجابة الصحيحة هي العادات السيئة للغذاء سؤال صح وخطأ أولا ضع علامة صح وخطأ أمام العبارات الآتية من العادات السيئة في الغذاء امتلاء الأطباق بكميات كبيرة منه دون حاجة الإنسان لها ما هي الإجابة الصحيحة يا أبطال؟ رائعون الإجابة الصحيحة هي صح إذن الإجابة صح إجابة صحيحة التقويم البناء لهدف الثالث لدرسنا اليوم هو عدة العادات السيئة في الطعام يا أبطال أو في العزاء بدقة ووضوح وذكرنا أنها عادتان أولا امتلاء الأطباق بكمية كبيرة من الطعام ثانيا ترك بقايا كثيرة من الطعام فائدة مما يجعل هذا إهدار لنعمة الله سبحانه وتعالى علينا فيجب علينا المحافظة عليها بترشيد الاستهلاك بها هيا بنا أبطال إلى الهدف الرابع لدرسنا اليوم وهو أن يستنتج الطالب طرق ترشيد الماء والكهرباء بشكل سليم طرق ترشيد الماء والكهرباء بشكل سليم الترشيد في الماء والكهرباء يا أبطال يكون من خلال تنفق بلادنا كثيرا من الأموال لتوفير احتياجات السكان من الماء والكهرباء وتكون ترجد يا أبطال ترشيد استخدام الماء من خلال أولا غلق مصادر المياه بعد الاستخدام ثانيا استخدام رائعون مرشدات الاستهلاك للمياه ثالثا يا أبطال أحسنتم عدم استخدام الكثير من المياه لغسل السيارات أي أن نرشد في استعمال المياه لغسل السيارات طرق ترشيد الكهرباء كما نرى يا أبطال من خلاله التالي أحسنتم رائعون إطفاء المصابيح وأجهزة التكييف في الغرف غير المستخدمة هيا بنا لنختبر معلومتنا على ما سبق يا أبطال اختر إجابة الصحيحة من بين البدائل التالية غلق مصادر الماء بعد الانتهاء من المضوء يشير إلى مجال الترشيد في الماء الترشيد في الغزايا أبطال الترشيد في الكهرباء أحسنتم إجابة صحيحة الترشيد في الماء بارك الله فيكم سؤال صح وخطأ ضع علامة صحة وخطأ أمام العبارات الآتية من طرق ترشيد استخدام الكهرباء إغلاق الغرف غير المستعملة ما هي الإجابة؟ إجابة صحيحة رائعون أحسنتم هي إجابة صحيحة بارك الله فيكم يا أبطال نأتي أبطال إلى التقويم البناء إلى هدف الرابع لدرسنا اليوم وهو عد الطرق ترشيد الماء والكهرباء بشكل سليم أولاً لا أسر في استخدام المياه ثانياً يا أبطال أغلق مصادر المياه بعد استخدامها ثالثاً أحسنتم يا أبطال أطفئ المصابيح وأجهزة التغييف في الغرف غير المستعملة ثانياً ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد تم المراجعة في درسنا اليوم على مفهوم ترشيد الاستهلاك كما ذكرتم يا أبطال وهو استهلاك الموارد المتاحة بالشكل الأمثل وتعلمنا أيضاً الإصراف هو قيام الشخص بالإفراط في المأكل والملبس ثم تعلمنا يا أبطال أيضاً من خلال مراجعتنا اليوم مقالات الترشيد وهي الترشيد في الغذاء ثانياً في الماء ثالثاً الترشيد في الكهرباء ثم تعلمنا يا أبطال في درسنا اليوم أيضاً العادات السيئة في الغذاء وذكرنا إنها اثنين هي امتلاء الأطباق بكميات كبيرة من الطعام ثانياً ترك بقايا كثيرة فائدة من ثم تعلمنا أيضاً يا أبطال طرق ترشيد الماء والكهرباء وذكرنا منها لا أسرف في استخدام المياه ثانياً يا أبطال أغلق مصادر المياه بعد استخدامها ثم يا أبطال ثالثاً أطفئ المصابيح وأجهزة التكييف في الغرف غير المستخدمة وبذلك يا أبطال نكون قد انتهينا من درسنا اليوم مع أطيب تحياتي لكم وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وأمن إلى لقاء جديد مع أسرة الدرسات الاجتماعية